الى التفاصيل مجددا اهلا بكم استقبل رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني وزيرة الدفاع الهولندية كايسا اولنجرد والوفد المرافق لها في اربيل وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لبارزاني ان الوزيرة اشارت الى وجود علاقة قوية بين هولندا وكردستان مؤكدة استمرار التنسيق الامني والتعاون العسكري ودعم بلادها لقوات البشمرقة وبدوره ثمن بارزاني دعم هولندا لبرنامج الكابينة الحكومية التاسعة في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الزراعي ووفقا للبيان فان اللقاء تضمن بحث اهمية الحفاظ على امن واستقرار الاقليم الذي اكد فيه الجانبان على التنديد بالهجمات التي طالت اراضيه وانقل البيان عن مسرور بارزاني قوله ان كردستان ستكون دائما مصدر استقرار للمنطقة وتتمنى بناء علاقات مع دول المجاورة على اساس الاحترام وحسن الجوار والمصالح المشتركة